اهلا وسهلا بيكو كنت وعدتوكو عن فيديو مهم لتعليمات ما بعد اللوز بعد ما شرحنا ام تنامل العملية وايه النظم الحديثة لاجراء العملية وازاي نقلل الالم في العملية دلوقتي هنتكلم ايه التعليمات المهمة بعد العملية اهم تعليمات بعد العملية هو ان المريض يهتم بالاكل المستمر بعد العملية والاكل طبعا في اول فترة بتبقى الحاجات الطرية سهلة البلع زي الايس كريم الجالي المحلبية الزبادي الحاجات اللي بلعها بيكون سهل وبتكون مش سخنة ولا حاجات تكون نشفة ولا حاجات تكون سبايسي او حرقة دي اهم الحاجات في الاكل لازم الاهتمام بالحاجات اللي بتساعد على التقام الجروح زي الحاجات الطبيعية اشارها عسل النحل المريض يهتم باكل العسل بعد العملية عشان الجرح يرتقم وبين الوجبات المتتالية اللي بياكلها يكون بياكل لبان لان حركة الفك وحركة العضلات المستمرة بتساعد على التقام الجرح بصورة جيدة الالتزام باخذ العلاج في معاده العلاج اللي هو بيشمل ايه؟ مضاد دحاوي قوي يغطي معظم انواع البكتيريا اللي ممكن تعمل تراوس في الجرح المسكنات بنوعين مختلفين عشان نغطي ليون كله بالمسكنات فنساعد الطفل ان هو يأكل سعب بنحتاج ناخد المسكنات موضعية على هاية بخاخة او سبري في الفم عشان يسهله البلع ممكن في بعض الحلاق بنحتاج ناخد لبوس مسكن لو كان الالم قوي جدا طيب ما نقلقش لو بعض التغيرات حصلت بعد العملية زي تغير في صوت الطفل وده بيبقى الفترة مؤقتة غالبا ما بتتجوزش الشهر وبعد كده بيرجع على طبيعته ما نقلقش لو الطفل هو بيبلع ابتدى الاكل او المية تخرج من الانف ودي فترة مؤقتة وبرضو بتتحسن في اقل من شهر ما نقلقش لو عملنا العملية عشان التنفس ولينا ان تنفس الطفل ما تحسنش قوي في اول فترة لان الرغم ان احنا شلنا اللوز بس بقى فيه تورم شوية ما كانا فالتورم ده بيبقى سادد المجرى الهوائي بس بيروح مع الوقت وبتلاقي في خلال اسبوعين ثلاثة نفس الطفل بقى كويس جدا ودمتم سالمين